بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية كده يا جماعة فيديو سريع كده لأن الموضوع كتير الكلام فيه شوية موضوع بتاع اللاحم وختم الشركة الفرنسية ودخل فيه الوقت حمام الوزان كان فيه أخ من الشباب من ربين اللاحم تقريبا في الشرقية أو حاجة زي كده كان نزل منشور وأنا علقت على المنشور ده لأنه نسب كلام لي فأنا علقت له وقلت له أن أنا ما بعتش من أولاد حمام الشركة الفرنسية النقطة التانية أن أنا كتبت في التعليق أنه ممكن يكون أخذ من حد سلالة من سلالة حمام الوزان لأن أنا كان عندي جزين وزان جيين من الكويت والوزان ده قريب جدا من حمام الشركة الفرنسية لأنه أصلا من حمام الشركة الفرنسية بس سلالة قديمة شوية بس في نفس المعصفات تقريبا يعني بصفة كبيرة يعني فجزين ده كرمات والنتاية أخذت لاحم من الحمام المصري الحمام بتاعي تمام وكانوا سايبين في غرفة مع بعض في وسط الحمام المصري فالزغل اللي كان بتطلع يعني أنا ما كنت ببيع زغليل ما كنتش بميز الزغلول ابن النتاية دي ما كنتش بميز الزغلول ابن النتاية الوزان ما كنتش بقول إن ده من ولاد الحمام الوزان أو من سلالة الوزان وده يبقى سعره كذا لا أنا ما كنت ببيع زغليل كنت ببيع زغليل كلها بسعره واحد من مية خمسة وسبعين لما أقصى حاجة متين خمسة وعشرين متين وخمسين في بعض الحالات يعني فبالتالي أنا أما حد جي أخذ مني حمام ما قلتلوش إن ده حمام الوزان أو من ده من سلالة حمام الوزان فكده الموضوع كده بيبقى فيه نصب يعني وأنا ببرق نفسي وبرق زميته قدام ربنا قدامكم إن ما فيش حد أخذ مني حمام أو زغليل قلتلو إن ده من حمام الوزان وبالتالي اللي أخذ مني زغليل مش هيعرف إن الحمام اللي معه ده من حمام الوزان أو مش من حمام الوزان ولا يعرف عنه حاجة أصلا فده دليل على إن الشخص ده كده بينصب على الناس باسمي وأنا أقل لوحد فيكم مش حكاية إن أنا ليه اسمه وكلام من ده لا لا عفو يعني فبالتالي إن الراجل ده بينصب على الناس الأول كان بيقول إن الحمام اللي عنده من إنتاج مباشر أو جيل أول من حمام الشركة الفرنسية ورجع الوقت لما أنا قلت له لا أنا ما بعتش من وراد حمام الشركة الفرنسية فيمكن تكون خدت مني من حمام الوزان من سلالة حمام الوزان لأن طبعا أنا مش فاكر إن أنا قلت الكلام ده لحد إن أنا قلت له ده من حمام الوزان أبدا نهائي وإذا كان في حد أخذ من حمام زغليل وأنا قلت له ده من حمام الوزان يعلق على الفيديو يقول إن انت كداب أنا ما قلتش لحد الكلام ده نهائي واللي يعرف الكلام ده كويس جدا أخوانا المهندس محمد بحيري والأستاذ مصطفى طبعا فكل التحية والتقدير لكم جميعا يعني الراجل بياخد واخد سكرينة من التعليق بتاعي لغاية حتة إن انت ممكن تكون واخد من سلالة حمام الوزان وما يجي حد بيكلمه يقول له شوف أستاذ أحمد بركات قال إن أنا إن هو بعمل حمام الوزان وأنا واخد منه واخد حتى كمان صورة من الفيديوهات اللي أنا كنت أعملها إما في الكويت إما في مصر مع جلس المصطفى واخد صورة الختم بتاع الحمام بتاع الشركة الفرنسية ويقول للناس دي الأبهات أو دي مثلا دولة الجواز الكبيرة اللي أنا واخد من ولدهم تمام فالسكرينة دي حطتها عنده والصور اللي هي فيها الختم دي حطتها عنده كلما حد يجي يكلمه يقول له شوف دولة الأبهات أو دولة الجواز الكبيرة المنتجة ولا أنا عندي من ولدهم ورجع الوقت يقول لك لا دا أنا عندي من حمام الوزان وهو دا التعليق بتاع رسد أحمد بركاته وأنا يا جماعة ما بيعتش لحد زغليل قلت له دي من حمام لحم الوزان يعني يبقى كده الموضوع دا نصب ينصب باسمي أو باسم أي حد تاني ودخل تاني في موضوع يقول له كان عندي المرسي وما عندي الهبال وعندي مش عارق كلام دا كله كله كلام فارغ وكله كلام نصب دليل بكده إنه هو بياخد سكيرينات من تعليقي ويحطه للناس أي حد يدخله وطبعا بيضحك عن الناس الجديدة للناس الجديدة الغويين الجداد فاللي حابب إنه هو يتنصب عليه أنا ببرق نفسي من الموضوع أنا يا جماعة ما بيعتش من حمام الوزان زغليل ولا حمام كبير أبدا لأي حد خالص نهائي اشترى هو من حد تاني يا رب الناس كلها في مصر بعندها حمام بخدم الشركة الفرنسية نصح الصبح نلاقي كل الناس عندها حمام بخدم الشركة الفرنسية أو عندها حمام من الوزان بس ما تنصبش بإسم حد تاني إن انت أخدت منه وما تأكلش نفسك وعيالك حرام من غشنا فليس منه من غشنا فليس منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشان ما أطورش عليكم في الفيديو كل سلام الطيبين